عادة يتصرف بران دائما كشخص قاس وقاس ومع ذلك بعد فترة طويلة سيتغير موقف بران بطريقة مثيرة للاهتمام سيشعر بران بالغرابة بسبب سلوكه تجاه ديلان سوف يشعر بنوع من الرغبة في مسامحة نفسه على الرغم من أن بران يسمي هذا الشعور بالضمير إلا أن الأمور ليست كذلك على الإطلاق السبب الذي يجعل بران يشعر بالسوء تجاه ديلان هو حبه له لم يقبل بران هذا الوضع بعد بالطبع من غير المتوقع أن يتحول هذا الزواج بعيد المنال إلى حب ومع ذلك فإن جمال وبراءة ديلان قد سرق بالفعل قلب بران بمعنى آخر بالكاد يمكننا القول أن النار قد اشتاحت المدخنة بالفعل سيستمر هذا الوضع الرومانسي بين ديكان وبران في الزيادة في الحلقات القادمة على الرغم من أن الأمور تبدو جيدة في هذه المرحلة إلا أن ديلان يعاني من مشاكل أكبر عائلته في وضع صعب للغاية واجهت الأسرة فجأة خطر الوقوع في الشارع قد يلعب بران هنا مرة أخرى تضحية بران ومنع هذا الشر ستؤثر على ديلان كثيرا سوف يرى ديلان مرة أخرى كم هو طيب القلب الرجل المقابل له سيكون هذا ذا أهمية كبيرة لحب الثنائي في حين أن الأمور تسير بشكل سيء للغاية بالنسبة لديلان فإن نفس الموقف يحدث لبران حقيقة أن سيف ديت أنقذ حياته هزت قوته كثيرا علاوة على ذلك سيتم إبلاغ الشاب الذي يحمل السكين في القصر بهذا الوضع في جيهان إنها مأساة كبيرة اكتشفها جيهان حول هذا الوضع لأن كلا من فشيرات وحسن يمكن استخدامه بسهولة من الضروري أن يفعل بران ما يفعله ويهيمن على أخيه عالق في كل هذا الشر مكان ملجأ بران الوحيد هو القوة بران الذي يشعر بالقلق على والده المشلول يتم سحقه تحت العبء الواقع على كتفيه إنه حقا يريد حقا والده للحصول على ما يصل والاستيلاء على القصر مرة أخرى لكن هذا الوضع مستحيل في الوقت الحالي إذا لخصنا بإيجاز فسنر الكثير من شيطانية حسن وفرمرات في القسم التالي من ناحية جهد ديلان لكشف الحقيقة تخميننا هو أن ديلان سيفوز بثقة بران مرة أخرى إذا حدث هذا فإن التقارب الرومانسي بين الاثنين سيستمر في أخذ النفس بعيدا عن المكان الذي توقفت فيه سيجد ديلان نفسه فجأة وحيدا في القصر مرة أخرى هذه الحقيقة التي ظهرت عندما كان بران جالسا بجانبه من قبل ستحول كل الأنظار إلى ديلان سيتم تدمير ثقة بران في ديلان سيحاول ديلان إثبات نفسه وفضح الوشي لكن هناك الكثير من الأعداء لدرجة أنه من الصعب جدا العثور على الشخص الذي فعل ذلك علاوة على ذلك حتى لو وجد ديلان هذا الشخص فسيتعين عليه إثبات ذلك من الصعب جدا القيام بذلك في القصر حيث ينظر إليه على أنه خائن لكن هذا ليس مستحيلا أيضا حسن لا يعرف كيف يتوقف حسن الذي أراد ملءا أزاده ضد بران واجه إجابة غير متوقع كانت هذه الإجابة أن أزاده رأى بران رئيسا لهذا القصر مهما حدث ومع ذلك فإنما سيقوله حسن هذه المرة قد يهز هذا الوضع وكان قد حذر ديلان بلغة قاسية من حادثة التبرع بالدم التي كان بران يحاول إخفاءها عن الجميع لكن حسن هو الشيطان نفسه ولا يوجد شيء لا يستطيع تعلمه بالطبع ستصاب أزاده بصدمة كبيرة عندما تواجه هذا الموقف أتساءل ماذا سيفعل أزاده تخميننا هو أن أزاده سيتحمل هذا الوضع في الوقت الحالي ومع ذلك أشعل حسن الشرارة مرة واحدة ويبدو أن النار التي ستندلع في الحلقة القادمة ستغلف القصر بأكمله سيكون بران في وضع صعب للغاية سيجد ديلان نفسه فجأة وحيدا في القصر مرة أخرى هذه الحقيقة التي ظهرت عندما كان بران جالسا بجانبه من قبل ستحول كل الأنظار إلى ديلان سيتم تدمير ثقة بران في ديلان سيحاول ديلان إثبات نفسه وفضح الوشي لكن هناك الكثير من الأعداء لدرجة أنه من الصعب جدا العثور على الشخص الذي فعل ذلك علاوة على ذلك حتى لو وجد ديلان هذا الشخص فسيتعين عليه إثبات ذلك من الصعب جدا القيام بذلك في قصر حيث ينظر إليه على أنه خائن لكن هذا ليس مستحيلا أيضا في الحلقة السابقة أكدنا أن مشاعر بران تجاه ديلان قد تغيرت لقد رأينا مدى إعجاب بران بجمال ديلان في الأقسام التالية سنرى عكس هذا الموقف بعبارة أخرى سنرى أن ديلان قد بدأ يتأثر بران وبدأت أفكاره حول بران تتغير لقد ذكرنا العاب حسن في ملخصاتنا السابقة كان حسن قد أحضر جهان من جهة وأزاده من جهة أخرى لملأه حسن عزاد الذي كان ناجحا في مجال الجهاد لم يحصل على ما يريد كثيرا لكن حسن لا يستسلم لقد حصل على ورقة رابحة كبيرة جدا لاستفزاز أزاده ولن يفوت هذه الفرصة قبل الانتقال إلى العاب حسن القذرة دعنا نتحدث عما يحدث على جبهة بران يو ديلان هناك نوعان من القابلات الشر في القصر واحد منهم كما تعلمون هو حسن والآخر هو دريا بدأت دريا التي كانت مستعدة لفعل أي شيء للحصول على بران العابها في الواقع أكبر دليل على ذلك هو افتراءات فرات آخر شخص التقى جهان كان ديلان التوترات بين الاثنين ديسمبر كل هذه المواقف تجعل ديلان المشتبه به الأكبر لهذا السبب يحتاج ديلان وبران إلى معرفة مصير جهان في أقرب وقت ممكن بالطبع بالإضافة إلى العثور على جهان هناك نقطة مهمة أخرى وهي أنه على قيد الحياة تخميننا هو في النقطة التي يعيش فيها جهان ومع ذلك قد يعاني جهان من ثقدان مؤقت للذاكرة أو قد يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يستعيد وعيه هذا سيجعل ديلان صعبا مرة أخرى في عملية وصول جهان إليه سوف يتسبب في القبض على ديلان بغض النظر عن مدى خطط حسن الشريرة تمكن بران من التغلب على كل هذه الصعوبات لقد قلنا في ملخصاتنا السابقة أن وجهة نظر ديلان حول بران قد تغيرت أيضا ومع ذلك فإن الصعوبات التي يواجهها الزوجان لا تقتصر على تصرفات حسن بدأ أزاد في التشتيك في زواج ديلان وبران الشك في أن بران يقوم بزواج مزيف يمكن أن يغير كل الأرصدة تسبب لطف بران مع سيفديت في حدوث زلزال كبير في القصر حتى لو غضبت أزاد من هذا الموقف فإنها لا تستطيع التحدث إلى باران ولكن يجب أن تأخذ الألم للخروج منه بطريقة حرة لهذا السبب سيستهدف أزاده الزوجين قضية أزاده هذه المرة هي معرفة ما إذا كان هذا الزواج حقيقيا أم مزيفا زهور الدم انتهى فيديو معلوماتنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات ترجمة نانسي قنقر